متابعي قناة النهار لإخباري الأولى في الجزائر أهلا بكم مشاهدين إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات وخلال عدد اليوم مشاهدين سنتحدث عن حصيلة الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات الضمان الاجتماعي وهذا بموجب الأمر الرئاسي 21-12 المؤرخ بتاريخ 25 من شهر أوت لعام 2021 الصندوق الوطني للتأمينة الاجتماعية للعمال الأجراء كناس هذه هي حصيلة التدابير الاستثنائية ماذا عن إجراءات التحصيل المنتهجة ما بعد انقضاء مدة التدابير الاستثنائية وما هو جديد الخدمات الرقمية التي تم استحداثها من طرف كناس نقاط وأخرى مشاهدنا ننقشها بحضور ضيفتنا السيدة هند نصاح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينة الاجتماعية للعمال الأجراء كناس مساء الخير سيدة نصاح وشكرا لك على تلبية الدعوة شكرا لك على حسن الاستضافة الله يخليك شكرا لك بداية سيدة هند نصاح في المحور الأول رح نتحدث عن حصيلة التدابير الاستثنائية التي تم اتخذها من قبل صندوق الوطني للتأمينة الاجتماعية للعمال الأجراء بعد ما تم إلغاء العقوبات الناجمة عن هذا التأخر في تسديد الاشتراكات طيب هل لك أن تضعينا في الصورة عن هذه الحصيلة منذ أن صدر الأمر الرئاسي بتاريخ 25 من شهر يؤوت إذن منذ صدر الأمر الرئاسي 21-12 عمل الصندوق لإعلام هذا الأرباب العمل للمدينين اتجاه الصندوق لأن هذه فرصة كانت فرصة استثنائية لهذا الأرباب الأعمل من التخلي من زيادة وغرامة التأخير التي كانت قد تمثل عبء عليهم وكانت تمنحهم من المشاركة الفعلية في الدورة الاقتصادية يعني هذا الأمر أسمح لأرباب العمل من الاستفادة من إلغاء الكل من زيادات وغرامات التأخير أسمح لهم بدفع الاشتراكاتهم دفعة واحدة والاستفادة منها طلب دفع بالتقصيد يعني على حساب القدرات تحادي المؤسسات وهذه المدينين بصفة عامة كما سمح أيضا له من إعادة الاستفادة من التدابير الخاصة بالاستفادة من خفض قصد رب العمل عندما يشغل العمال في إطار تشجيع التشغيل إذن حصيلة الأولية يعني اللي عندنا عنا أكثر من 211 ألف مدين استفادوا لحد الآن من هذه التدابير 211 ألف منذ بدايتها بتاريخ شهر سبتمبر من الأول سبتمبر 31 جنوبي 2022 عنا أكثر من 211 ألف مستخدم مدين استفادة من هذه التدابير عنا 141 ألف منهم يعني من هذا 211 ألف كانوا مستوفين لشروط كان عندهم كل الاشتراكات مدفوعة كان عندهم زيادات وغرامات التأخير فقط إذن هذا ما استفادوا من إلغاء تلقائي من الصندوق ما قدموا حتى طالب لكن الصندوق هو اللي قام بهذا الإجراء البقية هم اللي تقدموا للصندوق دفعوا الاشتراكات اللي كانت علقاء على ذمتهم واستفادوا مباشرة من هذه الإلغاءات إلى ذلك عنا أكثر من 19 ألف مدين استفادوا من جدولة دفع الاشتراكات على حسب المدات المطلوبة منهم وعلى حساب قدرات أيضا الصندوق يعني نشوفوا لهذه التدابير يعني خصت أكثر من 70% من المدينين تجاه الصندوق بمعنى خففت عليهم الكثير لأنه دخل فيها الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير بعد تسديد كل الاشتراكات الأساسية طيب سيدة هند نصح لما نتحدث من جهة أخرى أنه أكيد هذا الإجراء اسمح للمؤسسات بمواصلة نشاطها الاقتصادي وترقية التشغيل من جهة والحفاظ على مناصب العمل هل لديكم كذلك إحصائيات على عدد هذه المؤسسات التي استفادت كذلك من هذا الإجراء لتخل بتاريخ الفاتح من شهر سبتم نعم من هذا الإجراء قلت لك استفادوا أكثر من 3000 مستخدم من الإجراءات لإعادة الاستفادة من هذه التخفيضات في حصة رب العمل في إطار التشجيع ودعم التشغيل يعني أنا بيها أني أقول لك هذا الأمر الرئاسي يعني جاء من كل الجوانب واستجاب صراحة لرغبات وطلبات أرباب العمل والمنظمات والفيدراليات الممثلة لأرباب العمل لأنه لماذا جاءت هذه التدابير جاءت لتشجع هذه المؤسسات لتبقى على الناشاط ونحفظوا على الشغل ولما لا نصدرون فاكري دون نوفو زنبلو لأننا الغناء لهم هذه الزيادات وغرامة تأخير اللي كانت تعيب أعليهم سمحنا لهم بيعودوا يسوميسوني سمحنا لهم من الاستفادة من الزيادات يعني حبينا نشاركه صراحة في إعادة هذه الدورة الاقتصادية طيب سيدة هند نصح لما نتحدث عن هذا الإجراء تم تحديد تاريخ الـ 31 من شهر جنفيه كأخر أجل كيف تم التعامل على مستوى الصندوق مع غير المستفيدين من هذا التدابير إذن كما قلت لك إحنا درنا حملة واسعة يعني من أول سبتمبر 31 جنفيه درنا حملة واسعة درنا أيام إعلامية درنا شاركنا في حصة سكيمة هدو ونشكركم لأن الإعلام لعب دور كبير عندنا شريك أساسي شريك أساسي ودائم طيب هذه الحال يعني دعمونا صراحة دعمونا لأننا سمحونا ندخلوا بيوت الناس سمحونا نتصلوا بهذه أرباب العمل للمدينين سمحونا نوصلوا هذه الرسالة لكن بعد 31 جنفيه يرجع القانون العام يعني الأرباب العمل والمدينين لما استفادوش من هذه التدابي الأسنستائية سوف نطبق عليهم إجراءات التحصيل الجبري مباشرة طيب هلك أنت ضعينا في صورة ما هي الإجراءات المتبعة ما بعد هذا التاريخ حتى نوضح أكثر إذن حتى نوضح أكثر ما هي إجراءات تحصيل الجبري إجراءات تحصيل الجبري عندنا سواء نديروا ديز اوپوزيشون سور الكمت يعني مباشرة نروحوا نحفظوا هذه الأموال عن أرباب العمل عندنا ما نقولوا إحنا يا استديغ نقدروا نطلبوا من زملاء من الضرائب أنهم يحصلوا هذه الأموال لصالح الصندوق نقدروا نديروا ملاحقات قضائية نقدروا نرفعوا دعاوي أمام القضاء يعني نقدروا ننحقوا للمنقولات للأموال يعني هناك إجراءات كثيرة ردعية لهذا السبب كانت هذه الإجراءات استثنائية لكن الآن سنجعل القانون العام وهي تطبيق الإجراءات طيب سيدا الصحة لأعتبرتم فترة خمسة أشهر كانت كافية حتى تسمح للمدينين بتسوية وضعيتهم في ذلك الإجراء يعني هي راح يكون في الفائدة لكل المدينين نعم طبيعة الحال شوفي كي يكون هو إجراء استثنائي لازم تكون عنده مدة ما تبقاش إجراء استثنائي مفتوح هذا هو اللي يعطي هذاك طبيعة الاستثنائي طبيعة الحال كي تشوفي بالأكثر 211 ألف مدين استفادوا يعني الوقت كان كافي وسمحنا لهم كل الفرص باش نعطيك فكرة المصالح تاوعنا فتحوا أيام السبت فتحوا أيام الجمعة فتحنا في الساعات ما وراء ساعات العمل يعني بقينا دائما في التواصل بالإضافة إلى ذلك فإن كل خدامات اللي وضعها هالصندوق وضحها في المنصات يعني باشي طلب جدولة راهي في المنصة باشي كل الإجراءات كانت يعني موجودة 24 سيوة 24 سبعة أيام على سبعة لكن بعد إنقضاء هذا الأجل بطبيعة الحال القانون يعود يرجع إلى مجرح بمعنى أنه تم وضع كل التسهيلات وكل الإجراءات حتى تتماشى مع قرار المتعلق بإلغاء العقوبات الناجمة عن تأخر في تسديد الاشتراكات طيب سيدة هنا نصاح لما أو نتحدث الآن عن جزئية جد مهمة مهمة المتعلقة أساسا بصندوق الوطني لتأمينة الاجتماعي الأممال الأوجراء كناس كما هو متعرف عليه أن الصندوق قام تدابير استثنائية خلينا نقول منذ سنة 2020 حتى 2021 وتماشى على حسب الوضعية الوبائية هل لك أنت ضعينا في صورة يعني خلينا نقول حصيلت من 2020 حتى 2021 وشفنا الصندوق حسب كل وضعية وبائية كان يتخذ إجراءات تسهل كذلك على المستخدر بطبيعة الحل لما جاءت جائحة كورونا ما كناش نتوقعه أنها حتكون جائحة هكذا تقيس ما تقيش غير أرباب العمل يعني قاسة الاقتصاد قاسة الجانب العائلي الاجتماعي الاقتصادي الصحي كان عندها أثر كبير هذه الجائحة إذن منذ ظهور هذه الجائحة كان الصندوق يعني يتواصل مع أرباب العمل يتواصل ويحاول يعمل إجراءات تسمح له باستوفاء هو بالاتزامات تاعه وقمنا بتسهيلات للمؤمن لهم اجتماعيين وذوي حقوقهم يعني الصندوق ما تلهاش إنيكمان بلز امبلوية وإنما لز امبلوية وليز اصوري سوسيو في حين عند ظهور هذه الجائحة وتوقعنا إحنا هذه الصعوبات مددنا آجال دفع الاشتراكات أعطينا مددنا الآجال جمدنا زيادات وغرامة التأخير وسمحنا الأرباب العمل من الاستفادة من هذا الدفع بالتقسيد في نفس الوقت ولتقديم كل تسهيلات للمؤمن لهم اجتماعيين وذوي حقوقهم خدينا إجراءات من بينها زدنا في حقية الحقوق باش هذا المستفيدين ما يكونوش بدون دواء سمحنا في الأشهر الأولى من الاستفادة من الدواء تعالى أمراض المزمنة نحن المراقبة الطيبية القبلية نحن فتحنا كل التسهيلات باش هذا المواطن ولا المؤمن له اجتماعي وذوي الحقوق ما يسيب شروحه في وضعية وين ما يكون بلادواء ولا بلا لزن دامنية الجوغنال يختعوا يعني احنا بذلنا جهود كبيرة يعني باش نقوله باللي مراكز الصندوق مغلقتش كانت دايما في خدمة كانت دايما في الخدمة مهما كانت الوضعية الوبائية كانت مرتفعة وفي بعض الولايات كانت الولايات مغلوقين لكن المراكز بقاوا مفتوحين وبقينا دايما في الخدمة هذي في 2020 في 2020 تانيت وضعناه عن كيسيونير حطيناه في المنصة تيلي ديكلاغاشون كناس بوان دي زاد وسألنا أرباب العمل سألناهم موش يستنون منه ومن بين الإجراءات اللي طلبوها هي هذه المساعدة والمرافقة في زيادات وغرامة التأخير والحمد لله هذه الطلبات اللي قدموها هما وقدموها ممثلين أرباب العمل القادصة داعا سيد رئيس الجمهورية اللي وضع هذا الأمر الرئاسي استجابة بس كهو خدا تعهد باللي رافق هذا أرباب العمل لإعادة يعني النشاط الاقتصادي وفي 2021 ظهر هذا الأمر الرئاسي سمح لهذا الأرباب العمل من الاستفادة كما قلنا أساسا من الغاء زيادات وغرامة التأخير اللي كانت كمام تحملهم كانت تمنحهم يكون عندهم ما تساسون ميزاجور ما كانش تلمح لهم يسميسوني زدنا فتحنا لهم المجال الدفع على أقصات الشرط الوحيد باش يستفادوا كيكملوا هذا الدفع بالأقصات هو أنه الكوتيزات نحن نقول لهم تعالون كوخ تدير يدفعوهم يدفعوا الأقصات كيكملوا هذا الجدول يستفادوهما تلقائيا من زيادات من الإلغاء من زيادات وغرامة التأخير طيب كيف كانت استجابة المستفيدين من كل هذا التدابير حاني قلت لك نشوفوا الحصيلة الأولية أكثر 211 ألف مستفيد الرقم الدليل على أنه كان استجابة إيجابية كانت استجابة إيجابية لأنه قلت لك وعليش بس كهذا جاء تلبية لمطالبهم يعني هذا الأمر الرئاسي جاء يستجيب لواقع واقع وكانت من متطلباتهم إذن الناس دخلت في هذا الإجراءات طيب سيد نصح كذلك جزئية أخرى نتحدث عليها بالنسبة لأرباب العمل وطبقا لإحكام القانون 21-06 ليسمح لهم بالتقصيد في حصتهم لكن تكون بشروط معينة هل تعتقد بأن هذا التدابير الجديدة ساعدتهم على دفع كل هذه الاشتراكات طبيعة الحال لأن هذا الأمر الرئاسي اسمح لهم بإعادة الاستفادة نعطيك مثال باش نوضح للمشاهدين باش يفهمهم تخذي رب عمل كان عنده هذا الامتياز مدة ثلاث سنوات من تاريخ مثلا تشغيل هذا العامل في وسط المطاف وقع له مشاكل ومقدرش يستوفي الواجبات ويدفع الاشتراكات لو كان كان بقى لسانة من الاستفادة هيراحت له سانة لأن الشرط الأساسي من الاستفادة تكون لكن هذا الأمر الرئاسي اسمح لك من الاستفادة من الإلغاء وزاد رجع لك هذا الافانتاج للمدة المتبقية يعني سي بورو دير باللي أثر عليهم قلت لك عنا أكثر من تلثالاف رب عامل كان مدين وكان عنده الامتيازات وفقدها عاود استرجحها بفضل هذه الإجراءات الاستثنائية طيب سيدة هيدنا نصح جزئية أخرى نتحدث عليها فيما تعلق بإستراتيجيات صندوق الوطن لتأمينة الاجتماعية العمال الأجراء في افتتاح الوكالات على مستوى الولايات العشر المستحدثة كيف تتم العملية وإلى أين وصل الصندوق تمت العملية ونحن فخورين لأن الوكالات الولائية نحيز الخدمة قمنا بتدشينها في الأسبوع 17 جنفير لالشانس لدينا هي كان عندنا هيكل على مستوى الوطني لدينا أكثر من 800 هيكل على المستوى الوطني بما يخص هذه الولايات المستحدثة وضعنا كل الإمكانيات البشرية والمادية والوكالات موجودة ونحن رأنا هنا وراها في المديرية العامة باش ندعموها باش نقدموا أحسن خدمة لأن هذه الولايات المستحدثة الجديدة والهياكل اللي موجودة لازم تقدم يعني نوعي هذا هو الهدف ما هوش فتح وكالة باش نفتحوا وكالة لا لازم احنا نتقربوا ونقدموا خدمة أحسن مليكونا نقدموها خاصة في هذه الأماكن وين يعني البعد الجغرافي يحسوه المواطنين تاوعنا إذن تحسين الخدمة العمومية راهو هدف أساسي عنا راهي الوكالات كلها حيز الخدمة المديرين راهو منصبين والعامل راهو يتواصل هل يستفدوا من خدمات خلال نقول استثنائية طبقا لخصوصية اللي تميز بها بطبيعة الحال بطبيعة الحال لأن تنصيب هذا المدارع رايح يدفع دفعة جديدة هذا الهياكل راهي موجودة الهياكل الوكالة موجودة المراكز الدفع راهي موجودة راه نحن الآن نعمل وضعنا لهم قتل كل الإمكانية سواء البشرية اللي راهي موجودة ورحين ندعموها إن شاء الله قريبا أعطينا لهم كل الإمكانية تحسننا الوضعية باش نتقربوا أكثر فأكثر من هذا المواطني يعني راهنا نتبعوا فيهم نستكمل النقاش سيدة هند نصح وكذا مشاهدين لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا نجدد تحية لكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر نعود لاستكمال النقاش مع سيدة هند نصح المديرة العامة لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أكناس سيدة هند قبل الفاصل كنا نتحدث عن استراتيجية الصندوق بعد ما تم افتتاح وكالات في الولايات العشر المستحدثة نريد الآن التحدث عن جزئية جد مهمة وليتحدثنا عليها قبل الفاصل كذلك لكن نريد التفصيل حولها استفادت هذه الولايات العشر المستحدثة من خلي نقول ليست إجراءات استثنائية لكن خدمات تتماشى مع طبيعة هذه الولايات هل من تفاصيل سيدة هند؟ نعم إذن بالإضافة ما قلت لك الإمكانيات الموضوعة تحت الخدمة يعني في هذه الولايات رحين ندعموا عمل الشباك المتنقل تعرفين بالصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية عنده شباك متنقل ينتقل إلى المناطق البعيدة المناطق النائية وينقرب وحنا الخدمات للمؤمن لهم الاجتماعيا لذاوي الحقوق لأرباب العمل هذا الشباك ينتقل من منطقة إلى منطقة يسمح للمواطنين والمؤمن لهم اجتماعيا وذاوي الحقوق يعطي لهم عدة خدمات يعني هذا الشبابي تسمح لك مثلا من عادة تحيين بطاقة الشيفا من طلب بطاقة الشيفا من دفع الملفات كل حجرة بالإضافة إلى ذلك نوضع تحت التصرف الخدمة الرقمية لأنه كان في بعض المناطق مكانش لانترنت ولا المواطنين ما يعرفوش يستعملوا هذه المنصات إذا نحن نقوم بهذه الإجراءات نحن نقربو لهم إضافة إلى ذلك كل الخدمة الموجودة عنا هي موجودة عبر المنصات الإلكترونية باش نقصوا من عناء من لهم اجتماعيا وأرباب العمل لتقدم لهذه هذه الموكالات رحي حيز تنفيذ لدينا مراكز دفع حولها وإلى طلبة الأمر نزيد ونفتحوا مراكز وحدة أخرى ونديروا شبابيك جوارية وفي غير مزور باش نستجيبوا لطلبات المواطنين هل فيه إمكانية لفتح شبابيك جديدة بعد نقول لتكون فيه تقييم لبدل الاستجابة بطبيعة الحال بطبيعة الحال إن شاء الله كتولي هذه الوكالات يعني حيز تنفيذ كليا ونقوم بالتقييم ونشوفوا الاحتياجات نقدر نقول أنها دخلت حيز الخدمة مئة بالمئة نعم مئة بالمئة دون تسجيل أي نقائص لحد ساعة لا لحد ساعة يعني كل الخدمات رحي متوفرة طيب سيدة هند كنت اذكرت جزئية جد مهمة ولعل الخدمات الرقمية اليوم رح تسهل كثير على أرباب العمل وعلى المؤمنين هذه الخدمات الرقمية خلينا نقول المطورة من قبل الصندوق لفائدة مستعمله كيف سهلت العملية عليهم أكتر فأكتر إذن باش نقول لك مثلا كي تخدي منصة أرباب العمل كي بنناها في 2014 كانت مخصصة للتصريح بالوعاء لإشتراكات بعدين طورناها واللي زدنا فيها الدفع عن بعد وبعدين تقدرنا فيها كل الخدمات اللي رب العامل لازم يقوم بها التصريح بالعامل التصريح بحركة العمال التصريح بالدكلاغاسيون أنيويل تعليسها لغي وزدناها في هذه الإجراءات في إجراءات استثنائية وضعنا لهم خدمة جديدة وهي طلب جدولة الدفع عن بعد يعني كل ما يخص رب العامل كي يحق شهادة ميزاجور يجب دهام البوغتاي كي يحب يصرح بالعمال تاعو يجب دهام باح بوغتاي وهذا البوغتاي زدنا وستعناه مشيغل لأرباب العمل تعرفي مثلا عندك بمساعدة جديدة وستعناه وإن تجد أن يكون إذن تخطي أن يكون هذه الإجراءات ليتخطي أن يكون تحرك فيا الوظفر وإن تقدم بشكل مصالح تقدم فيها هذا هذا كل كود اللي فيها يعني شوفي هاد الخدمة راه يموسع لأرباب العمل من جيهة ولكل الإدارات اللي راهي تتأكد من صحة هاده الشهادات كاين هاده قوتكتة لأرباب العمل عندنا منصة الهانة هاده منصة الهانة راهي موضوع للمؤمن لهم اجتماعيا واش تسمح له تسمح له طلب بطاقة الشفاء عن بعد تشوف يلا عنده لوفيرت شغده دروع تشوف باش يقدر يستفاد وهدي ووضعنا هاش غير باش يستفاده باش يعرف إلا رأوا مصرح به ولا لا لازم هو تاني يكون عنده معلومة باش هو تانيت لازم يلغي كلام لازم يكون هو يبحث على الضمان الاجتماعي تاعه يقدر يشوف مبلغ تعويض تاعه يقدر يتبع الملفات الدفع عن بعد بالعطلة المراضية عطلة الأمومة طلب من حرأس الوافاة يعني يقول لك جل الخدمات راهي يقدمها الصندوق راهي موجودة عبر هذه المنصة هاده هما سليبوغطاي اللي موجودين بالإضافة له ذلك المؤمنة هو اجتماعيا يستفاد من الأسامس كيدفع أنا غيدو تخافاي راهو طبيب يتاصل به ويعطوا له موعد باش يجي يجوز المراقبة الطبية كم سيني سيسر عندنا منصة خاصة بالتعضوديات عندنا منصة خاصة بالمتعاقدين عندك مؤمن له اجتماعيا لما يحب يدير ولا يستلزم عليه يدير عملية جراحة القلب يمشي غير لهذا الكلينيك المتعاقدة معنا يدفع الملف توسفي عبر المنصة بيناتنا هو ما عنده احتعانة ما يروح ما يجي بيناتنا نحن نديره كلش لهذا المؤمن له اجتماعيا وذا وفق طيب سيدة هند نصح حتى هذه المنصات تعطي فاعلية أكتر وتقرب لتكون لفائدة مستعملها أكتر الصندوق ما هي الإجراءات اللي يستعملها من أجل عمل على الترويج على كل هذه المنصات كما ذكرت كل ما يتعلق بجزئية معينة نجد أن الصندوق الوطني التأمينة الاجتماعية لعمال الأجراء كناس خصص خلين نقول بوباء إلكترونية خاصة يعني شوفي فيما يخص أرباب العمل نقدر نقوله بالتسعين في المئة من كل الخدمات رحي موجودة عبر المنصة وتلقات استجابة فغابل من عند الأرباب العمل لكل التصريحات تقريبا رحهم يقوموا بها فيا لو بوغتاي دوك لهنا هذا هو هدي فرصة تعنا باش نزيدوا نفهم الناس تعني للمؤمنين مؤمن لهم اجتماعي معين هدي رحي فرصة لنا مقولوا لهم استعملوا هذا البوغتاي رحكوا تصيبوا كل المعلومات الخاصة بكم احتى لاتي ستاسون دافي ديسون شهادة الانتساب للمواطنين بزيف يطلبوها رحي موجودة فيا لو بوغتاي تقدري تتأكدي من صحتها كي ممكن تقدميها هدك اللي تقدميها لو يتأكد من صحتها فيا لو بوغتاي احنا حين هدك كامل عنه يعني هدي رحي في استراتيجية القطاع فيما يخص لديماتيرياليزاسون إلى مودرنيزاسون يعني احنا نستعملوا كل الوسائل باش نروجو بهذه الخدمات يعني كل ساسواء هدنا كي مليوم الإعلام عنا في ليباشتا وعناتا على الفيسبوك تويتر الاسطاقرام يعني احنا نروجو ورحنا في هذا التواصل المباشر مع المواطنين ومؤمن لهم اجتماعيا عشان كيفوان ندفعوهم باش يتقدموا ويستعملوا هذه المنصات نتحدث الآن على الإجراء المراقبة الطبية الإلكترونية بما أن في سياق الرقمنا ماذا قدم هذا الإجراء إذن هذا الإجراء واش قدم احنا في الماضي كان المؤمن لهو اجتماعيا لما يروح يختاني الدواء مثلا لازم يكون في المركز اللي يكون منتسب له لكن دوكاتيك بهذه كل الخدمات الرقمية اللي كما يمشي عند الصيدالي ويطلب منه دواء الصيدالي راهو يبعت عبرها بوابة للطبيب اللي موجود في المركز في ولاية أخرى يطلب منه أسكو هذا الدواء يعطيه له ولا لا أسكو عنده الأحاقية فيه ولا لا لا يعني باش شوفي نفس الشيء للمراقبة الطبية باش واحد يدفع ناغي تخافيف يكون في ولاية نقدروا احنا يا جغاس لهذا التواصل يقوم بالمراقبة الطبية في أي ولاية هذا التقرب يعني سمح نحا حدود الولايات نحا حدود وقلص من اللي ديلي دو تخاتم لأن هذا المريض ما تقولي لو شروح مثلا هو يكون ضيف في كش ولاية ويمرد تقولو لا لا لازم تروح لوكالة لإنتساب أو مركز تدفع الإنتساب لا دوكاتيك فيا البرتايل هنا ويدفع لغي تخافي يقدر موباشراتن المراقبة الطبية الالكترونية رأيتمشي معاه لأنه هو رأي يعني تدفع مثلا لغي دو تخافي وموباشراتن هو يمشي للمراقبة الطبية بسكي يسو فاليد سواء يقبلوهولك سواء يطلبو منك يعني ستان تو ستان باكيج بتحطو كذلك سيدة هندنا الصحة لجوزئية جد مهمة ألو هي ثقافة التصريح هاديك هي الصح هاديك هي الصح هذا كوالب بالموضوع صراحة كيقولك احنا نحفزها أكثر احنا نحفزوها أكثر فأكثر عني نقولك دي جا غير بالخدمات لأنا مثلا في السابق كان المؤمن له اجتماعيين ولا هذا العامل صيفة عامة نقولوا هذا العامل بش يعرف إلا رأوا مصرح ولا مش مصرح لازم يتقرب من المصالح تاوعنا كاين عمال يعملوا سنوات وسنوات وبعد يصبروا حوما كان مصرح لكن الآن لا نادرنا له هذا الخدمة يقدر يشوف مباشرة لازم الإنسان يكونوا وعيين لازم لجان الموانجان يتوعوا بهذا المنظومة ستحتاجهم كامل بش نهارهما يحتاجوها يصيبوها لازم الثقافة أشك فرجل دي ثقافة الضمان الاجتماعي لازم الناس تفهم قيمة الضمان الاجتماعي الآن والحمد لله عنا أكثر من 26 مليون مستفيد أزيد من 26 مليون مستفيد عنا أكثر من 16 مليون بطاقة شيفا موزعة على التراب الوطني يعني الناس لازم تعرف قيمة هذه البطاقة بطاقة شيفا والحمد لله الآن تمشي للصيدالية تقدري تقتني الدواء أمبلامة تدفعي هذه الأموال ومبعدتك تغمبخصيها هذا يعني حاجة كبيرة لازم نحفظ عليها وكيفاش نحفظوا على هذه المنظومة لازم تكون نرخصوا في ذهون تعنا ثقافة الضمان الاجتماعي باللي أكل لازم نشاركوا ما نستفادوش كامل في نفس الوقت لكن من الضروري علينا نحتفظوا على هذه نستحفظوا على المنظومة تعنا ورأي منظومة مهمة لأنه راهي والله غير ألكو في كل الأخطار راهي على كومبانيا المواطن في حياته كامل كي ينزاد عنده المولود راهي ضمان الاجتماعي راهو هنا كي يعمل راهو هنا يعوضوا كي يمرض يعوضوا على الدواء كي يعطيلوا على العجز من حتى الوفاة الأمومة يعني يشوفوا باللظامن الاجتماعي راهو يرافق هذا الإنسان طوال حياته طول مسار حياته كي يلحق اللغو تخذها وكين صندوق تقاعد يعني هذه هي راهي منظومة ولي بخيسيوز ولازم كل نحفظوا عليها حفظوا عليها نشاركوا فيها ونحفظوا عليها من ديروش لزابيو من استغلوش نعطوها قيمتها الحقيقية بس كي راهي مهمة في المجتمع التعني هل تعتقد كذلك سيدة هند بأنه الإجراءات التحفيزية اللي يعمل الصندوق في كل مرة على استحداثها من جهة حتى تتماشى مع المتطلبات الجديدة راح تحفز كذلك على ثقافة التصريح نعم طبيعة الحال بس كي هذه التسهيلات راح يتبسط يعني السامبلي فيل الأمور مثلا واحد يشوفها حاجة كبيرة التصريح ولا هرانا دوكاتك بغنك لك بالتليفون تقدري تديريها يعني ما عندك عانا ما تروحي ما تجي ما تشقاي ما تصيبي شبابك كل حاجة راحي متوفرة عليك لكن مصالحة عنا مازالها موجودة طبيعة الحال بس كي احنا دايما نبقى في الخدمة كايين هاد الوفوليو دو مودرنزاز صح دايما نحتاجو نهدره مع إنسان ونسق سواه ويفاهمنا وإحنا والله نبذلو مجهود أكثر فأكثر ونسكو غيش بخسكو على بالك هذو المنصات يعني صح هي خدمات لكن حنا يا ستو نهاليوهاشون لينا أكيد بش نشوفوا حنا ورانا غالطين شوفوا لحنا رانا نطولو بس كل مؤمن لهو اجتماعيا كي تعطيلو يتفعل اغيط تخافي تاعو أونلين روي حاسبنا روي شوف باللي منهار تفعلنا تفعلنا وقتاش خلص يعني هني نقولك ستو نوتو ايواليواشون ستو نوتو ايواليواشون بش نحسنو بلس يستعملوهم بلس حنا حنح نحسنوه طيب بما أنه تحددتي على هذه الجزئية اللي دائما تلبي متطلبات أرباب بالعمل والمستفيدين خلينا نقول المؤمنين اجتماعيا التجاوب كيف كان صراحة كان التجاوب كبير صراحة يعني في الأشهر الأولى كنا في عملية إعلام لكن الأيام الأخيرة يعني شوفنا بلي كان تجاوب كبير وجاونا بزاف أرباب العمل وإحنا رحنا بأكثر 123 رب عمل رحنا له يعني جي بوغتا بوغتا جي بوغتا بوغتا بالإضافة إلى كل خدمة اللي كانت موجودة وأيام إعلامية يعني رحنا باب بباب قربتم منه مباشرة يعني بالإضافة جندنا كل المواد البشرية اللي كانت عندنا صراحة يعني كساسواء المراقبين الجيوريست خلايا الإعلام والاتصال كل الموارد البشرية اللي كانت موجودة عندنا ساعدونا في الولايات سادة الولات يعني بالدعم تحهم أنا متواليزي الموين تعنا بيننا لكس بينحنا كناس كاسنوس كاكوبات جندنا كل الموارد والحمد لله النتائج يعني كان تجاوب وإن شاء الله هذو كاتيك المشوار هذا هو هذوك الأهم بسكو لازم هذو اللي يدخلوا بهذه التدابي الاستثنائية لازم يبقوا إن شاء الله آجوه وهذوك اللي رأم يدفعوا بالتقصيد إن شاء الله يدفعوا بيحنا نرافقوهم ويخرجوا بالأزمة إن شاء الله السيدة هند نصاح المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمينة الاجتماعية لعمال الأجراء كناس شكرا كثير لك على كل هذا التفاصيل التي قدمتها شكرا لك شكرا لك مشاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج تساؤلات أطيب المنى في أمان الله